السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وصحابي حبيب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله معدنا مع الجزء التاني من المفرش واللي ما تبعنش في الجزء الاول انا هحط له رابط الجزء الاول في صندوق الوصفة ادخلي اتفرج عليه وشوفيه وبعدين تعالي كميلي معي الجزء التاني عشان انت لازم تمشي معي بالترتيب خطوة بخطوة في المفرش لاني تفاصيله كتير قوي 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 المفرش حلو وسهل وبسيط خلصنا المفرش كله طبعا بس الكادر بتاع الكاميرا عندي دايق فطبعا مش اقدر ان انا فرشلك المتر ونصف في متر ونصف انا عملت وقسته خلاص ذا المقاس اللي ارتضيته فضلي بقى الكنار تعالي نشوف هنعمله ايه الكنار انا همسك بصي ده هنا يعني انا مسك ده ده جنب تمام وده جنب تاني وهنا دي الايه دي اللي هتبقى الركنة فانا هاخد جزء من الجنب دوت وجزء من الجنب ده واخد الركنة عشان تبقى انت عارفة الجزء اللي في الجنب بيمشي ازاي والي في الجنب بيمشي ازاي هكررلك مرتين وجزء الركنة ايه تبقى انت عارفة كل ما تحصلي ركنة تعملها نفس الركنة اللي انا ايه هعملها تعالي نشوف ايه هنعملها زي اول حاجة حد اعمل عروة البداية تمام عروة البداية كإندي بعمل شغل جديد خالص من اول جديد وهطلع من الابرة وهاجي ينبقى الورود ماشية على الحرفها او الوحدة ماشية على الحرف خلاص هي متشبكة بصي من كل الجهات متشبكة مع كل الجهات فاضل فال resulting منlly الاتنين اللي ايه الي على الحرف فاني هاجي في اول مثل ايه في القمة كده لو انا هبدأ مثلا من هنا وادخل في الاا Mal guys واصحبها وابعدين عناط عايز اعمالها غرزة تثبيت فهاجي من تحت كمان مش من الخدة بس كده لا اعجي كمان من تحت ايه texting ludzi اللي هو الفتلة اللي هنبقى نشطيها هاجي من تحتها وهبدأ ان انا ايه? اسحب غرزة واعملها واسبتها. يبقى انا كده اسبتها واسبتت الايه? حتى الغرزة البداية. وابدأ اطلع 16 غرزة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر تمام? عملت الستاشر اجي في القمة التانية يبقى ديه ستاشر دول في الوردة الوحدة. القمتين بتوع الوردة اه ايه وردة واحدة. تمام? او وحدة وحدة. اجي في القمة التانية ورح باخذها. ارة عامل غرزة حشب تانية. اكملت هنا ستاشر اللي هما ايه? في نفس الوحدة في القمتين بتوعي نفس الوحدة. طيب انا هنا فيه مسافة ما بين الواحدة دي والواحدة دي. اللي هو الكرفي ده. اللي واخد الكرفي ده. ده انا هشغله ازاي? طبعا بقى انا الجنبة عندي عبارة عن الوحدتين بعمل مسافة ما بين القمتين في نفس الوحدة. وبعشان اتنقل من واحدة للواحدة بعمل ده. عشان بعكية هروح للجنب للركنة. وبعد كده هروح اقرر نفس الكلام اللي قررت هنا. هكررلك هنا تاني عشان تفتكري. وبعد كده ايه تكملي بقى ادير كله معي زي بعضو. تعالي انا بقى هبدأ اعمل هنا ايه? انا هنا عقلنا عملنا ستاشر. حد اعمل واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ولف تلات لفات. هعمل عمود بتلات لفات. انزله فين العمود? واحد اتنين تلاتة. بعد الغرزة الرابعة او العمود الرابع. هعمل عمود بتلات لفات. وبعدين ارجع لف اربع لفات. اجي كده تلاتة اربعة. واروح انزل فين? اروح الناحية التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة. انزل برضو عدل الاربعة هنا. هبدأ انزل اعمل عمود باربع لفات. تمام? وبعدين ارجع عمل واحد اتنين تلاتة تلات غرز. ولف خمس لفات ادي كده تلاتة اربعة كده خمسة. هتأكد بينهم كده اتنين اربعة خمسة. انزل فين في نفس المسافة او المكان اللي كان فيه طالع منه العمود ابو اربع لفات. اعمل العمود ابو خمس لفات. اهو. يبقى انا هنا في الراحتة دي انا لسه في نفس الوردة. ما اتنقلتش للوردة الايه? التانية. ما اتنقلتش لوردة تانية. يبقى انا في نفس الوردة عملت الستاشر ما بين القمتين. وفي المنحدر اللي هنا ده عملت تمن غرز. وبعدين عمود بتلات لفات. وبعدين على طول وانا وقفة بالعمود بعد ما خلصته لفت اربع لفات ونزلت هنا بعد 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 اربع غرز. بعد الرابعة نزلت من هنا عملت العمود اربع لفات. اللي ده. وبعد كده عملت تلت غرس سلسال. مسافة ما بينه. وبعد كده عملت عمود خمس لفات. يبنى ايه? ده كل الشغل ده. عشان انا اتنقل اللي هنا. شفتش انا هنا نهيت بالخمس لفات. مش كده. نهيت بالخمسة. يعني بدأت تلاتة اربعة خمسة. هنا هبدأ العكس. هعمل خمسة اربعة تلاتة. بنفس الشغل عشان نروح للقمة الايه? اللي بعدها. تعالي نشوف هنعمل ايه? هبدأ على طول. انا من غير ما اعمل اي حاجة هنرف الخمس لفات اجي اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنروح اهو على طول. واحد اجي اتنين تلاتة اجي الربعة. انزل اعمل العمود بخمس لفات. وبعدين كان ما بين في معايا عمود باربع لفات في نفس المكان. ما بينهم تلت غرس. اجي واحد اتنين تلاتة. وبعدين الف الاربع لفات اجي تلاتة اربعة اجي كده ايه اثنين اربعة انزل في نفس المكان اعمل العمود اربع لفات و بعدين على طول الف في الثلاث لفات واروح قبل القمة اعمل ايه اجي العمود التاني الثالث الرابع انزل هنا بالعمود تلت لافات كده بقى انا خلصت العمود الناير بتلتتة لافات طيب ابدأ اعمل ايه بعد الطيب اللعبوث التلتة لفات هو كان قبليه ايه بص يشوفي كان قبليه 8 غرص حد اعمل 8 غرص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واروح على القمة اللي عندي اعمل غرزة حشور تمام بص يشوفتي بقى الشغل عامل ازاي اهو ليه بقى العمود مختلفة في الاطوال عشان ايه اه هنا المسافة منحدرة فكل ايه يعني العمود من 3 اربعة خمسة فهنا المسافة منحدرة كل ما تنحدر كل ما بزود عدد الايه اللفت عشان في الاخر ايه لما الشغل عليها شغل بص تتشد وتبقى ايه بالمنظر انت شايفها ده كده تمام تبقى خط مستقيم السريد تبدأ بعد كده طبعا انا عملت اول قمة خلاص عملنا التمانية وشبكنا في القمة طبعا عشان اروح للقمة التانية بعمل قولنا كامل ستاشر مش كده يبقى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر واروح للقمة التانية اعمل غرزة ايه حشو يبقى الشغل بتاعك بتاع الجنب كله كده هيبقى يامتاً ما بين القمتين ستاشر يامتاً تتنقلي من الواحدة للوحدة بنفس النمط اللي انا اشغلت بيدوت خلاص كده الجنب خلصنا منه وعرفناه تعالي بقى نشوف طبعاً أنا هنا بقى كده الجزء اللي جاي ده دولنا قمتين دول طبعاً لخط الجنب التاني يبقى عندي دي الحتة دي اللي ايه الركنة تعالي نشوف الركنة هنعملها ازاي هنعملها نفس اللي انا عملته هنا بالزبط بس مش هعمل العمود بتلت لفات مش هعمله هعمل الاربع لفات والخمس لفات بنفس المنظر كده بس ما بين الخمسة ده والخمسة ده هعمل غرزة زيادة ده الفرق الوحيد اللي هنعمله تعالي نشوف هنعمله ازاي طبعاً هعمل التمن غرز اللي انت عارفاهم ببقوا ايه قبل التلاتة كنا عملي التمانية بس احنا هنلغي التلاتة تمام هنعمل اجوا 1-2-3-4-5-6-7-8 ولف الاربع لفات اجي كده اتنين تلاتة اربعة واعد دي بقى اجي 1-2-3-4 وادخل بين الارباعه اخر الرابعة هعمل هنا العمود او اربع لفات تمام وبعدين اعمل واحد كان ما بين 4 لفات الاربع لفات والخمس لفات كان فيه تلات غرز فانا هعمل التلات غرز واحد اتنين تلاتة تمام ولف الخمس لفات اجي كده اتنين اربعة مشي اجي كده الخمسة وانزل معا الاصي مع الاربع لفات. احنا بس كل اللي ما عملوهوش. الحاجة الوحيدة اللي ما عملناش ان احنا لغينا العمود التلات لفات. لكن كل بنعمله في الركنة. وبنزود في النص ما بين الخمسة والخمسة. ايه? ده كده انا عملت ايه? اجل الاربع والخمسة. هعمل غرزة. انا طبعا هنا مكنتش بعمل الغرزة. هنا هعملها الغرزة. عملت غرزة اللي هي المنتصف. اللي هي هتبقى نص الركنة بتاعتي. وبعدين هرجع عليه في خمس لفات. اجل كده كده كان اتنين اربعة خم وهروح من عند القمة. هنزل واحد اتنين تلاتة اربعة. او بعد الرابع. هنزل اعمل العمود اللي هو خمس لفات. تمام? وبعدين احنا قلنا ما بين الخمسة والاربعة فيه كام تلات غرز. اجي واحد اتنين تلاتة. هلفل اربع غرز. اجي كده تلاتة. كده الرابعة. وهنزل في نفس المكان. اعمل عمود باربع لفات. وبعدين طبعا كنا بنعمل بعد كده اجيب بس ختي. بعد كده كنا بنعمل ايه? طبعا انت عملت قبل الاربعة فتقبلها كام تمن غرز. فانا هعمل التمن غرز. شبكت معي. هعمل التمن غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. واروح اجبك في القمة. كده انا خلصت الركنة. تمام? هبدأ من القمة للقمة بنعمل كام ستاشر. فانا هعمل اجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلتاشر. اربعتاشر خمستاشر ستاشر. هروح اشبوكم في القمة التانية عشان اكمل بقى الجنب زم انا بكمله. تعالي بصلي شوفي هنا. الغرزة اللي انا عملتها ما بين الخمسة والما بين الخمسة والخمسة. هي اللي هتبقى الايه? شايف انا لو اشغلت بص لو مساجت كده? اهو. شايفها? لما يتشغل معايا? اهو. كده الايه? الركنة كده هتبقى ماسكة معايا كده. طبعا بقيت الشغل لما هتشغل على السلاسل هتزبطها. تمام? ما تقلقيش انها هتبقى ايه? عامل معاك كده. لا اهي. شايفها? اهي هتزبط اهي. والغرزة اللي في نصر دي الركنة كده هيت. دي كده الركنة. شايفها معايا? وطبعا بكملين كده. اهو. زل ما انتي شايفة كده هوت. شايفة? دي كده الركنة. هكمل لا بقى طبعا. انت طبعا هنا بقى خلاص ايه في الجنب التاني. بتعملي 16. وبعدين هترجعي تعملي نفس ده. نفس الانحضار دوت. هتعملي هنا اللي هو ايه? تمانية وبعدين عمود تلاتة وبعدين نعمل عمود اربعة وبعدين تلات غرز وبعدين عمود خمسة. في الجزء ايه? نرجع نكرر هنا. نعمل عمود خمسة وبعدين ايه? نعمل تلات غرز عمود اربعة في نفس المكان. وبعدين نعمل عمود تلاتة. وبعدين نجبك في القمة ونكرر وهكزا. يبقى انت ايه? خلاص انت عرفت جزء الجنب بتتشغل ازاي? عرفت الركنة بتتشغل ازاي? كمليل الداير كله كده وتعليل نكمل بقية السطور. خلصت الداير ميزور اللي هو السلاسة اللي انا عملتها. ودي اخر حاجة اللي هي التأمان غرز. حاجة هشبكها فين? مش هشبكها هنا. هشبكها في غرزة الحشو اللي انا عملتها. مش احنا هنا ببداية عملنا تسعة في البداية. بس في الاول احنا عملنا في القمة غزة غرزة حشو. حاجة دخلها في غرزة الحشو جات كده. واطلع بيها منزرقة. على اساس انها تبقى ايه? متصلة زي بقية الايه? الشغل ما بانشن في ايه? ان الحتة دي تعتبر كأنها يعني نهاية الشغل. هبدأ بقى تعالي نشوف هنعمل الشغل بتاعنا ازاي? هطلع واحد اتنين تلاتة. وتعالي نشوف بقى العدد هنعمله ازاي? نبدأ نعمل ايه بقى? انا عايزة اعمل اعمدة ما بين كل عمود وعمود هعمل آآ غرزة. فانا ارتفعت تلاتة هوات معاكم. وهعمل الغرزة اللي هي فرق ما بين كل عمود وعمود. وهلف الشغل. واعمل ايه بقى? هتشغل على غرزة واسيب غرزة. يعني انا كنت هنا اقلب السلسلة اللي هي كده. اصبتها معايا كده. اشيلي ممكن اهو. اسيب غرزة اللي كانت هنا هي. وادخل في التانية. تمام? اعمل عمود. وارجع اعمل غرزة. وبعدين. اسيب غرزة. واعمل في التانية. يبقى انا كل شغلي ايه على السلاسل. بسيب بعمل غرزة فوق. الف الشغل. واسيب غرزة تحت. واعمل ايه? والف واعمل السلسلة. ده شغل لكله كده. اهو. اسيب غرزة واعمل غرزة في التانية. غرزة. واحدة. واسيب واحدة تحت. وابقى ايه? تمام? غرزة. وبعدين برضو انا اسيب غرزة هنا واعمل في التانية غرزة. كل الشغل اللي بعملو كده. غرزة. اهو. وبعدين اسيب غرزة هنا تحت واعمل في التانية غرزة. وبعدين ها اسيب واحدة واعمل في التانية غرزة. وامشي بقى الشغل كده بان الشكل اللي انتي يشايف weighed ده كده. كل الشغل اللي باعي كده. حعمل غرزة واسيب غرزة. يعني انا بعمل غرزة ايه? ما بين كل عمود وعحمود فوق غرزة. وبسيب تحت غرزة واعمل كده. كل السطر هعمله داير ميدور كده. معادة الجزء بتاع الركنة اللي هو هنا دوت. انا هوصل له. يعني انا هكمل كده. واوصل للجزء الركنة عشان هقولك بتعمل ازاي. يبقى احنا عرفنا الخطوط المستقيمة اللي هي الجناب. هنعملها بالشكل ده. معادة الركنة فيها حتة صغيرة بس اقولالك. انا خلصت زي ما انتم شايفين كده. بصي بدأت مشيت. مشيت في الجنب هوت. وطبعا لما نخلص بقيت السطور. هتمسك بعدها هشد الشغل وتخليه مفروض كده حلو كده. بنفس الطريقة ديت. مهم. فانا وصلت للركنة. الركنة بقى هعمل ايه? انا طبعا وصلت ان انا هعمل ايه غرزة في الركنة. فانا برضو عملت الغرزة اللي اعملت عمود ودي غرزة. ارجعي لي تايت. شايفة انا عملت العمود. وبعد ان اجي غرزة. وادن هجي في غرزة النص اللي هي الركنة اللي هي الغرزة دي. دي غرزة الايه الركنة. اهي. شايفينها? الغرزة بتاعت الركنة. اللي جنبها يمكن بس واسعة شوية. دي غرزة الركنة ايه? حبدأ اعمل في ايه? اول ايه? عملت فيها عمود. كده عادي وفيش مشكلة. مش كده كأنك ماشي غرزة بتعملي عمود. واسيبي غرزة وتعملي عمود. بس دي غرشة لغرزة الركنة. هرأ عملة واحد. اتنين. تلاتة. ولف نفس الغرزة. انزل اعمل عمود تاني. ده الفرق الوحيد. بقى دي ايه? انا ميزت كده غرزة الايه? الركنة بتاعتي. تمام? هبدأ بقى اكمل شغل يعياجي خالص. هكمل واسيب غرزة واعمل غرزة. نفس الشغل الاولاني كله زي بعضه. ادي غرزة. واسيب غرزة واحط في التانية. وبعدا الغرزة. وبرضو اسيب غرزة في التاني اللي بعدها. يعني بعمل غرزة فوق وباسيبها ايه? باسيب قصادها بتاعتها تحت. ادي غرزة اسيب التانية. تمام? واكمل بقى الايه? الداير ميدور بتاعي كده بالشكل دوت. بص دي هتبقى ايه? الركنة. زي ما انت شايفة كده? لما هتكمل الشغل هتبقى دي الركنة. تمام? اهيه? وطبعا بقيت السطر ايه? قلتلك الشغل هيشد بعضه لما نكمل. ندع تبقى كأنه سطر بداية جديد. فالشغل بقى هشد بعضه كده مع بعض. هكمل الداير ميدور لحد ما اوصل من هنا وارجعلك. انا خلص السطر خلاصة هو الداير ميدور وخلص هنا عملت العمود. وبعدين ادي غرزة وبعدين هابدأ بقى ايه? هقفله في الايه? واحد اتنين تلاتة. في الغرزة التالتة من العمود. عشان احنا عملين اربعة تلاتة ارتفاع واحدة ايه? فارا اعمل بغرزة ايه منزلقة. وهبدأ بعد كده بقى هشتشغل عموية في الفراغات دي. نفس السطر ما انا عملت غرزة عمود غرزة عمود هنبقى نفس النظام. هوصل هنا. هاجي هنا في النص هنا بمنزلقة. وبعدين هارتفع واحد اتنين تلاتة. ادي ارتفاع تلاتة وبعمل غرزة فارق كده ايه? اربعة. وبعدين الف اعمل في الفراغات دي ايه? فكل فراغ عمود. اجي غرزة وبعدين في الفراغ اللي بعدي ايه? عمود. غرزة. وبعدين عمود. وبعدين غرزة. عمود. اهو. غرزة. عمود. ما بين الايه? بالشغل ما بين العندين. تمام كده? هتبدال يمشى كده ما لحد الركنة. هتجيلي اقول لك الركنة هنعملها ازاي? هتبدال يمشى بالطريقة دي كده شايفة? اهي. غرزة. عمود غرزة عمود غرزة عمود غرزة بنفس الطريقة ديت. اهو هعملها لك تاني. ادي غرزة. وبعدين هنا ايه? العمود فين? ما بين العندين. فوق الغرزة اللي احنا كنا عاملنا الفرق. اهو. الغرزة فلتت. اهي. تمام? تاني هيت. تمام? هتكملي بقى ايه? السطر كله كده. لحد ما نوصل لحد الركنة اللي احنا عاملنا. اللي هي ديت. اللي كنا فاكرها اللي هي ايه? عمود. تلس سلاسة العمود. هتيجي هقول لك هنعمل فيها ايه? هي دي الفرق الوحيد اللي ايه? اللي بفاها تغيير. او زي ما انتم شايفين انا خلص الجنب وبص عامل ازاي? بيبقى عامل ازاي? وببدأ الشغل بقى يزبط نفسه. شايفين? دي كانت مرخية. بصت بتتزبط ازاي? ولسه لما تشدي بقيت الشغل اللي بقيت الجنب يعني. انا وصلت هنا لحد اللي هي الركنة. هنعمل في الركنة ايه? يبقى احنا عرفنا الجنب بنشغله ازاي? الركنة حاجة بسيطة خالص. انا عملت اخر عمود قبلها. وعملت الغرزة. حد الف. هعمل في الركنة دي جوه. هنا التلاتة دي. هعمل اربع عمدة. بس بين كل عمود وعمود غرزة. يا اجي عمود. واجي غرزة. اجي التاني. واجي غرزة. التاني. وبعدين اجي غرزة. وبعدين اجي العمود التالت. وبعدين اجي غرزة. وبعدين الرابع. واجي غرزة. تمام? اجي الغرزة. وارجع اكمل بقى الشغل عاجي خالص. زي ما انا كنت بكمل. يبقى الركنة بس بنعمل فيها ايه? اربع عمدة. بنكل عمود غرزة. تمام? بحيس ان انا عندي اه شايفين? اهو. دي كده الايه? دي كده الركنة. يعنينا هيبقى فيها هنا عمودين وهنا عمودين ودي غرزة اللي في النص. اهيه. شايفين? هتبقى بص عامل الجنب ازاي? وطبعا هنا لما يتشغل بص الجنب بقى ايه? بدأ يشد وبدأ يباني معي الخط المستقيم ولسه لما يكمل بقيت الحرف هيزبط الدنيا ايه هيخلاشك لها جميل. بس زي ما انت شايفة بص عامل ازاي? وابدأ اكمل بقى هنا ايه ما بين كل غرزة عمود غرزة عمود غرزة عمود غرزة غيرت ما خلص. وكل ركنة اتقابلني اعمل فيها ايه? اربعة عمودة بين كل عمود وعمود غرزة. كميلي بقى الداير كله تعالي نكمل السطر الثالث. خلصت السطر الثاني هوا هعمل غرزة وبعدين هبدأ هنا اقفل هنا واحد اتنين في الثالثة هنا هعملها هقفل بمنزلقة. اهو في ثالث غرزة. وبعدين هبدأ اروح هنا واطلع واحد اتنين تلاتة اربعة. هبدأ اعمل عمود مكون من ثلاث لفات على اللافية ثلاث لفات وانزل في نفس المكان. هطلع دي واحد اتنين. اه اه. لأ مش هطلع التالتة هرجعها. عشان انا عايز اسيب غرزة. لان انا عايز اعمل كلاستر مكونة من ثلاث عمودة. كل عمود بتلاث لفات. كده العمود التالت. لفية تلاث لفات ودي واحد اتنين. تلاتة. هسيب غرزة منه برضو. يبقى كده عندي الغرز بتاعتي. هلطلع منها كلها مرة واحدة. كده انا خلصت الايه? الكلاستر. هلف في ثلاث لفات. واسيب واحد اتنين تلاتة. هدخل في الثالثة. اعمل عمود مكون من ثلاث لفات. واسيب منه غرزة على الابرة. تمام? ارجع اعمل تانية عمود للثلاث لفات تانيين. بعد انا اطلع دي واحد اتنين تلاتة. وبعدين اسيب منه غرزة. وبعدين اعمل عمود التالت عشان اعمل الكلاستر. كده وبعد كده اطلع منه مرة واحدة. وبعدين. طبعا انا دي هعمل له واحدة وانا رجع. انا بقى عشان اعمل له واحدة وانا رجع. هعمل بعد كده واحدة هنا. عشان كده هعمل واحد. اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وهنزل تاني في نفس المكان. هعمل كلاستر تانية واسيب واحدة على الابرة واحد اتنين تلاتة وبعدين هرجع تانية انزل هنا واحد اتنين اجي التالتة واسيب واحدة على الابرة واحد اتنين تلاتة وارجع تانية اهو واحد اتنين اعملها تانية واحد كده عندي لفتين كده تلاتة ارجع تانية اعملها اهو اجي واحد اتنين تلاتة. كده انا عندي تلاتة تلاتة كلاستر وارجع ايه اصحابهم كلهم مرة واحدة. على طول يبقى انا هنا في نفس الكلاسترة اتنين كلاستر طرعين من نفس المكان. بينهم تلات غرز. هنا من غير ما سيب اعمل غرز عمل واحد اتنين تلاتة. هسيب هنا واحد اتنين. واحد اتنين. في التالتة انزل اعمل كلاستر. واسيب غرزة. واحد اتنين تلاتة. وارجع تاني. اعمل عمود تاني من تلات لفات. الكلاستر بتاع عبارة عن اعمدة تلات لفات. تمام? ادي كده اتنين. واحد اتنين تلاتة. وانزل ايه? هنا. اهو. واحد اتنين تلاتة. كده بقى عندي الكلاستر التلاتة. اصحابه مرة واحدة. كده زي ما انتم شايفين بصعبني ازاي? يبقى للكلاستر اللي هنا دي مع الكلاستر الاخيرة دي مع التانية. مع القول من هنا ومع بعض. ارجع عشان طبعا هانزل في نفس المكان. اعمل كلاستر تانية زي دي. فهعمل كام تلاتة? واحد اتنين تلاتة. ارجع الف تلات لفات. وفي نفس المكان. انزل اعمل كلاستر تانية عبارة عن تلات اعمدة. كل عمود بتلات لفات. تمام? واحد اتنين تلاتة. هنزل تاني اهو. واحد اتنين. تلاتة. ادي كده العمود التاني. من تلاتة. وانزل تانية. واحد. اتنين. تلاتة. كده عندي تلاتة اعمدة. عايزة انت تعملك لسر من اربعة ما فيش مشكلة. بس انا حابة شكلها كده ناعم وخفيف. وزي الموديل الاصلي اللي هو ايه? العروسة بعتهولي ان انا عملوها. ادي كده تلاتة. هسيب هنا واحد اتنين. تلاتة. وارجع تاني. اروح في التانية. تمام? اوه. كده خلاص. قد نواحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وبعد ان هنا هيت. واحد. لا دي تلاتة باربعة. واحد اتنين تلاتة. ايوه. اشيب ده صح. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وبشتغل لهم كلهم اصحاب المرة واحدة. والزي ما انتو شايفين بص عامل ازاي? يبقى في من الغرزة طالع اتنين كلاستر. ما بين الكلاستر والكلاستر في نفس الغرزة تلات غرز. طبعا عشان اللي اسيب واحد اسيب هنا تحت واحد اتنين واروح في التالتة. باروح من غير ايه? اي غرز فوق. تمام? وانا طبعا هنا في نفس الكلستر عملت في نفس الغرزة عملت واحدة. وبهتطر اعمل واحد اتنين تلاتة. وبعد ان انزل اعمل الايه? الكلاستر اللي ايه التانية في نفس الغرزة. هدي واحد اتنين تلاتة. وبعد ان ارفي تاني تلاتة. وانزل تاني. واحد اتنين. كده تلاتة. تمام? وبعد ان واحدة تانية. تلاتة. وارجع تاني. واحد اتنين. تلاتة. وبعدين اصحابه مرة واحدة. وعشان اروح للتانية واحد اتنين تلاتة. يبقى هروح مرة ايه? على طول. تمام? ادي تلاتة اوما. ونسيب واحد اتنين تلاتة. هروح اهوات اعمل الايه? وابدأ بقى اكمل السطر كله زي ما انتم شايفينه كده. ماشي? بالوضع دوت. لغاية ما تيجي عند الركنة. انا هقولك نعمل ايه عند الركنة دلوقتي? يعني انا هخلص الجزئية دي وقولك نعمل ايه عند الركنة. بص الغرزة هتبقى شكلها جميلة ازاي? بص الدنيا هتزيبت معاك وتبقى حلوة ازاي? يعني انا بس بقى جيبلك ركنة بس من المفرش. اهو. ركنة بس يعني جزء من المفرش. بص انش انا قلتلك لما هو يتشغل هيشده كله بعضه وزبط بعضه. وبص دي اللي كانت مرخية. بص تانية شايفة? لما هتتشغل هتبقى عاملها ازاي? هتمشي السطر. كل الدير ميدور. كله كده بنفس الطريقة دي. ما عدى في الركنة برضو حاجة صغنونة. انا هيجي اقولها لك دلوقتي انا خلصت زي ما انت شايفة كده الجنب جزء من الجنب هوت. باين معاك شكله جميل وبدأ ياخد وضعه حلو قوي. تعالي انا وصلت للايه? قدي لنص هوت. تعالي نشوف احنا هنعمل ايه? انا في الغرزة اللي قبل. بصي هنا هوت. قبل الركنة. هيجي بقى عند الركنة طبعا ما طلعت دي خلاص. فانا بقى واحد اتنين تلاتة على طول بروح في اللي بعدها. هنا. ماشي. سواء بقى بقى معاك مثلا انت بتعدي مسافة اتنين تلاتة. مش كده. لا انا في عدى مسافة واحدة. ادي التانية مش التالتة. فمش مشكلة هي عند الركنة مش مشكلة. جات معاك تلاتة. لو انت اخطأتي في العدد مثلا اللي تحت هنا اخطأتي لاي حاجة. وبصيتي لقيت انا هنا بعملة معايا بقى واحدة. لو بقى معاك اتنين مش مشكلة ماتي الى ايش. تمام? انا هبدأ اعمل اجي واحد اجي اول عمود في الكلاسر. وبعدين اهلفي تاني تلاتة. وااخد العمود التاني. لو تلاحظي ان انا واخدان من نصر كورنان. الركنة. اهي فرقة تمانية. لو تلاحظي بصي انا واخدها بصي. العمودين مش احنا في الركنة عاملين اربعة مويد ما بين كل عمود غرزة. انا واخدها في الغرزة. اجي عمودين واجي عمودين. هالفي ازي تلاتة. وارجع تاني اعمل العمود التانية. اهو. في غرزة الكلاسر. وارجع تاني تلاتة. وهو في غرزة الكلاسر. كده عملت التلاتة. ارجع ايه? اقفل الغرزة. طبعا انت تبقى بتعملي انا هرجع اعمل واحدة في النص تاني. لما كنا بنعمل اتنين مع بعض بنعمل ما بينهم تلاتة. انا المراتي هعمل ايه? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. عملت كده ايه? سبعة. هرجع الف. تلاتة. واعمل كلاسر تانية هنا. ادي اول عمود في الكلاسر. وبعدين. كده تلاتة. اعمل العمود التانية. في الكلاسر. ودي العمود التالت. في الكلاسر. وبعدين اصحابهم مع بعض. وبعدين ارجع بقى الف تانية عادي. اذا ما كنت بقى هالف واحد اتنين تلاتة. طبعا انا هنا. انا كنت هنا سايبة فروك نجي هنا في واحدة. وراحة في التانية. هعمل زيها بالزبط. وبعد كده امشي التلاتات اللي انا بعملهم. ادي واحد اتنين. تلاتة. واحد اتنين. تلاتة. ولفي هنا واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين الف تاني تلات لفات. عمود بتلات لفات تاني. واحد اتنين. تلاتة. وبعدين اصحابهم مع بعض. وبعدين اعمل تلات غرز. واحد اتنين. تلاتة. وبعدين اعمل نفس الكلاسر في نفس الغرزة. واحد اتنين. تلاتة. وبعدين الف تانية هوت. هو رهيالك لما خلصها. اتنين. تلاتة. وبعدين واحد اتنين تلاتة. وبعدين ايه? واحد اتنين. تلاتة. وبعدين اصحابهم مع بعض. وبعدين الف تاني تلاتة. وارح في ايه? واحد اتنين تلاتة. وامشي بقى هكذا بقى ايه? زمانة بامشيت السطر الاولاني. تمام? بصي هتبقى هي الركنة معك هيت. الركنة هي تماشى معك هيت? شايفة? اهو. يبقى انا هي مشيت اجي الركنة بتاعتها. وهامشي بقى هنا. هامشي في الصف في الجنب كده زي ما مشيت في الجنب ده كده. كميلي كل الاربع اركان كده. وعند الركنة تعملي بس الفرق الوحيد ان انت بتعملي ايه? سبع غرص. كميلي نخلص السطر ده. تعالي نعمل السطر الرابع. زي ما انت شايفة انا خلصت سطر الكلاستر كله. فاضل بس اقفل معكي الحتة دي هقفلها معكي. بس زي ما ان شفت بصي بدأ المفرش اخد ايه وضعه جميل. طبعا انا باركي قطعة صغيرة بس بصي المفرش كله ايه? زي ما انت شايفة بصي. انا مخلصة هوت. ده متر ونصف متر ونصف. انت تقدر اتزوجيه بالحجم اللي انت عايزاه. تعالي نقفل مع بعض ديت. طبعا انا عملت الكلاستر دي كاننا بدئين بكلاستر واحدة في نفس الحلقة. وبعد انا عملت الكلاستر التانية وهدي الثلاث غرز الفرق ما بينهم. وبعد انا هشبكهم هنا مع بعض بايه? بومنزلقة. هبدأ بقى بصي هنا. فوق الثلاث غرز هعمل عمودين. هنا ما بين الكلاستر دي والكلاستر دي كانوا شبكين مع بعض. هعمل عمود واحد. بس هعمل العمود دايما ما بينهم ايه غرزة زي هنا. زي هشغل زي السطرين دول بزرط. هشغل سطرين فوق. هبدأ هنا ايه? دول هنا الملتسخين ببعض. هبدأ ايه? هاجي هنا. هاجي بمنزلقة. وبعدين اطلع واحد اتنين تلاتة. وانا بعمل ما بين كل عمود وعمود غرزة. اجي الغرزة. بدل ايرف الشغل. هنا فيه تلات غرز. هاجي في الغرزة الاولى. اهي. اعمل عمود. وبعدين الغرزة. وبعدين في الغرزة التالتة. هعمل عمود. يعني بسيب ايه غرزة تحت. بسيب غرزة تحت. يعني انا بعمل ايه? بعمل ايه? على الغرزة واسيب غرزة. كأنني بعمل الكلام دوت. تمام? وبعدين اعمل غرزة. اتنقل. طبعا انا ايه? هسيب الغرزة اللي ايه? قفلة دول. واروح هنا في الغرزة الايه? في النصهم. تمام? اهو. وبعدين اعمل غرزة. وبعدين اروح في التلاتة. اعمل في اول واحدة. غرزة. اه. برضو معلش هيبقى السطر صعب شوية. زي السطر الاولاني ما كان صعب منشغله على سلاسل. وبعدين غرزة. وبعدين اروح برضو في الغرزة التالتة هنا. اعمل غرزة. يعني كأنني زبت غرزة وعملت غرزة. وادي غرزة. وارجع في النص هنا ما بين الاتنين دول غرزة. او عمود. وبعدين غرزة السلسلة. وبعدين اجي وفوق التلاتة دول اعمل عمودين بلفة. بينهم. بينهم غرزة السلسلة اهي. وبعدين اجي في العمود التالت اهو. اعمل ايه? عمود. بص انا مشي ازاي? انا مشي ازاي ما انا مشي السطر الاولاني. بسيب غرزة والشغل عمود. بسيب غرزة والشغل عمود. وعشان اشتغل عمود وعمود بعمل غرزة نفس الكلام اهو فانا بس عشان ابسطها لك اكتر ان انا بقولك ان انا ادي مسلا انا عملتها هعمل الغرزة وا فوق الاتنين دول ملتسخين مع بعض اعمل ايه اول اما جنبه بعد خلص اعمل ايه عمود وبعدين هعمل غرزة دول كنت هنا سايبها ثلاث غرز هعمل في الغرزة الاولى عمود واسيب غرزة واعمل في الثلاثة عمود وهكذا كميلي السطر لحد ما نوصل للركنة واجه اقولك نعملها ازاي انا خلصت بصي العمودة هيت شايفها نفس العمودة اللي تحت لان انا ايه تحت هنا عمودين فلازم هعمل سطرين قصدي فوقها هعمل برضو سطرين فانا خلصت لحد ما ايه ما وصلت للا ايه للركنة تعيش تشوف الركنة هنعملها ازاي مش احنا الركنة كنا عاملين سبع غرص يعني تلت غرص في الاتجاه ده وتلت غرص للاتجاه ده وغرزة اللي في النص ايه اللي هي بتعمل لها الركنة مش كده طب مش انا هنا التلت غرص دول بعمل فوق معمودين بالزبط كده هعمل كده ايه اجي اول عمود في اول غرزة بس الاول اعمل الغرزة اللي هي السلسلة اجي اول عمود في اول غرزة مش كده. في التلاتة انا ايه? انا قسمتهم تلاتة اتجاه ده وتلاتة اتجاه ده. فدل التلاتة الاتجاه ده هعمل اول غرزة ودي سلسلة اول عمود. واسيب غرزة. اسيب غرزة سلسلة واعمل في الايه? في التانية. واعمل غرزة. تمام كده? كده انا عملت التلاتة اللي نحيدي. فدل التلاتة اللي نحيدي والغرزة اللي في النص. مش كده? طب الغرزة اللي النص اللي هي جنب الايه? جنب العمود ده على طول. دي هعمل فيها ايه? هعمل فيها. اجي عمود. يبقى انا هنا تحت ما سبتش غرس. مش كده? انا عملت في التالتة دول عملت في الاولانية. وفي التالتة عمويت. مش كده وما بين الاتنين غرزة عادي زي بقيت السطر. وبرضو اعملت غرزة. وبعدين جيت في الغرزة في النص اللي هي السبعة. عملت اجي غرزة. وبعدين هعمل اجي غرزة. وبعدين هعمل فيها واحدة كمية. ده كل اللي هعمله في الايه? في الركنة. дه كل الركنة. وبعد 我們 هعمل غرزة. وبعد aún أروح بعplinالdock13 اللومة اللي هنا. هعمل في أول واحدة هيت غرزة. في الثلاثة اللومة اللي في جنب ده. وبعد انا اعمل غرزة سلسلة. وبعدación هجي اعمل في الثلاثة ايه? غرزة. جميل؟ كده? وبعدنا اعمل غرزة واكمل بقى شغلي عيد. اه ديهم هاتنين ملتقيين مع بعضهم. هعمل فوقهم ايه غرزة. وبعد clothing غرزة السلسلة. هاجي في التلاتة. بعمل في الاولانية. عمود. وبعد انا اعمل غرزة. وفي التالتة عمود. يعني كأني بعمل غرزة واسيب ايه? غرزة. نفس ما كنت ماشية بالزبط هنا. هكمل لك اهوة واحد. هاجي هنا دي ملتقى. مش كده. يبقى هعمل فيها غرزة. او غرزة عمود. وبعد انا غرزة السلسلة. هاجي في التلاتة. اكرر لك الكلام تاني. بعمل في الاولانية وفي التالتة. ادي الاولانية عمود وبعدين غرزة وبعدين في التالتة عمود. الغرز متحددة معاك عشان هي ايه اعدنها. يمكن هي غير هنا. غير هنا كانت ايه مش معدودة انت بتعملها في غرزة بصي بغرزة بصي بغرزة. ايه ما هنا بقى هي متحددة معاكي خلاص. تمام? حابد اعمل ادي غرز السلسلة واجه عنده الملتقة. وقرر بقى الكلام كله ايه? زي ما قررت هنا. بصي بقى الشكل كده شايفة كده بص الشغل ماشي عاملي ازاي زي ما احنا ماشيين زي السطور الاولانية وزي ما انت شايفة بص الركنة الركنة السبعة قلتلك قسميها هتقسمي تلاتة كده وتلاتة كده هتعملي في التلاتة الاولين دول هتعملي في الاولى غرزة وفي التالتة غرزة ما بينهم غرزة وبردو نفس النظام اللي في النص الغرزة اللي هي في النص بتعملي فيها اتنين عمود ما بينهم غرزة عشان يعملك الركنة كميلي داير ما يدور كده لحد ما نخلص ونقابل نتقابل نجد تعالى نعمل السطر اللي بعدين.